في فيديو النهاردة هنعرف مع بعض تركات بسيطة في الباور كويري هتساعدك جدا في ادخال وترتيب البيانات لو عندي ملف اكسل فيرو داتا زي ده عبارة عن مبيعات الربع الاول من السنة وكل شهر في تاب الوحده وانا محتاج اعمل كونسوليديت للداتا دي عن طريق الباور كويري هنقفل للملف ده ونروح نفتح ملف جديد ومن قايمة داتا هروح لجيت داتا ومن فروم فايل هختار فروم اكسل واركبوكر واروح على مكان الملف اللي انا لسه قفله بتاع الشهور واعمل امبورد هزهر للنافيجيتور وهنا هلاقي كل التاب على الشمال عندي كل تابة منهم الكويري يقريها انها جدول لوحدها وهلاقي هنا خيار عندي اسمه مالتوبال سيليكشن عشان ممكن اعلم على اكتر من جدول بس انا مش هيفرق معي الكلام ده اعلم على جدول واحد منهم بس اروح اعلم مثلا على جان واقول له ترانسفورم داتا عشان يفتح للكويري وطبعا انا محتاج الاشهر دي تبقى تحت بعضها في جدول واحد بنفس الهيدرز فهروح لليمين هنا للكويري سيتنجز هلاقي كل الخطوات اللي الباور كويري عملها هروح امسح الخطوات دي لحد ما وصل لخطوة سورس وهنا هلاقي الكويري جمع للتلات شهور في كلام واحد وجنب كلام من الشهور هلاقي كلام تاني مكتوب علي داتا وهلاحز هنا ان في ساهمين مش اولين عكس بعض يعني معناها ان هنا في اكس باند الجدول طيب الثلاثة اعمدها الباقية انا مش محتاجها هروح اشاور على عمود الشهور وعمود الداتا واضغط كليك يمين واقول له بعد كده هشاور على الاسهم اللي عكس بعض واضغط على اوكي هلاقي الداتا كلها نزلت في جدول واحد وكفاية على قد كده النهاردة اعمل لايك وفولو واستنى الجزء التاني اللي هنتعلم فيه ازاي ننظف ونرتب البيانات دي